اشتركوا في القناة القمر الان موجود في منزلة سعد السعود يعني استقر في برج الدرو وهي منزلة للتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الخميس لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد بما أن القمر موجود في برج الدرو معناته خلال هذا اليوم أو من الآن وهذا النهار منشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو وهذه الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي وبوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين زحل وهذه الزاوية رح تبدأ تأثيراتها من يوم 11-8 اللي هو اليوم ليوم 18-8 دروتها يوم 14-8 ساعة 15 دقائق مساء بتخلق مصاعب وعراقية اللي بتحتاج منها إننا نبدو الجهد أكبر والتصميم والإرادة لتجاوزها أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تربية سلبية بين المريخ وبين زحل وهي حكينا ذا إروتها يوم 4-8 كانت ومستمرة تأثيراتها لغاية يوم 11-8 طبعا تزداد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما أنها بتزيد العصبية وعليه يجب أن نتمالك العصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة وممكن يتفاقم أي شعور بالملل ويتحول لإمتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير وبتدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة الثقيلة والبورصة برضو وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن احتمال وقوع حوادث أو ضربات ومقاطعات في المناجم والمحاجر أو المعامل مما يعرق للإنتاج كما بزيد نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للخمع والتعسف في هاي الفترة بتزيد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين والمتعصبين أو بتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وطبعا حكينا هاي زاوية منفصلة لغاية يوم 2-9 تأثيراتها هي بتسبب عودة وضعية قديمة ترجع على الساحة وبتدعمه من وضعنا أكثر فأكثر بالنسبة للزاوية اللي اليوم اللي رح تتشكل طبعا في عنا زاويتين بطيئات اليوم ذروتهم وعنا زاوية اللي هي القمر مع المشتري وعنا انتقال الزهرة إلى الأسد أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التسديس الإيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 8 و 8 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكتب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين قرانوس اليوم ذروتها طبعا هاي تأثيراتها لغاية يوم 15-8 ولكن يوم ذروتها ساعة 12 و 53 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما بيتمرد بعض الأبناء على أهاليهم غالبا ما بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية بالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال إضرابات أو اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبالدل برضو على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السكة الحديد أما بالنسبة للحدث اللي ذكرناه وهو كوكب الزهرة اللي موجود بالسرطان رح ينتقل لها برج الأسد اليوم في تمام ساعة 6 و 29 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يمكث في برج الأسد لغاية الساعة 4 و 5 دقائق صباحا من صباح يوم 5-9 خلال هاي الفترة المذكورة بيطرأ تحسن على مظهر موليد البرج الأسد وبيشعروا بقوة العاطفة وانجذاب أفراد الجنس الآخر لإلهم وبيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج النارية والأبراج الهوائية لهم الحمل والقوس والجوزاء والميزان والدلو وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج الأسد واللي بيكون عنده الزهرة في برج الأسد هذول أشخاص بيكونوا رومانسيين منذ الولادة وممكن أنهم يقعوا في شباك الغرام بطرف آخر وهذا الشيء بيبين كوضوح الشمس فورا وهذا الشخص بيبين عليه أنه عاشق من نظراته ومن تصرفاته بالنسبة لتأثير كوكب الزهرة لما بنتقل لبرج الأسد على جميع الأبراج برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا حظ كبير بيجيهم عاطفيا وماليا وفرص كبيرة للنساء لمن موليد برج الحمل للدخول بالحمل أو البداية الدخولهم بالحمل أو عمل علاجات إذا كان صعب عليهم الحمل بالفترة الماضية لو أخذوا علاجات أو عملوا تلقيح صناعي أو هاي الأمور كلها فتعطيهم فرص ممتازة كمان بالفترة هاي الروح الفنية والجمالية ابتحيا عند الحمل بشكل أكبر ممارسة الهوايات والترفيه والمناسبات بتكون بأوجهة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيستفيدوا في الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات والعلاقات العائلية منهم أشخاص ممكن يستاجروا بيت أو ينقلوا لبيت جديد أو بكونوا بالغربة مثلا برجعوا لأرضهم الوطن احتفالات أو مناسبات أو فرحة بتدخل على العائلة بمناسبة مولود جديد مثلا أو في أفراح كارتباط أو خطوبة برضو العلاقات العائلية بتزدهر بشكل كبير بصير في نوع من أنواع الألفة والتواصل وحل المشاكل وبصير لك حضوة كبيرة بالعلاقات العائلية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هنا بتفتح عندهم أبواب السفر والاتصالات وتعزيز العلاقات مع الإخوة مع الجيران الامتحانات والدراسة السيارات الإلكترونيات كل هاي الأمور بتصير موجودة بكثرة اللي بشتغلوا برضو في مجال التجارة المحلية رح يستفيدوا في هاي الفترة من أرباح واستثمارات وبرضو الأمور اللي العلاقة بالمناقشات والرسالات أو طرح فكرة معينة رح توصل رأيك نقاشتك قوية خد حجتك بالإقناع برضو قوية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أغلب الأمور رح تتركز على الأمور المالية ومكاسب مالية المكاسب هاي تيجي من عمل إضافي مستردات، هبات، دعم، علاقات بتجيب لك فلوس من خلال أشخاص ممكن تيجيك فلوس، ترتيب فواتير أو التزامات أو ديون كانت صعبة ومرهقة بالفترة الماضية بترتبها أو بتحل المسائل المالية بالفترة هاي بيجيك بعض المكاسب يعني دعم مالي بشكل كبير بيجيكم والفرص المالية بتكون جيدة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتتعزز عندهم ثقتهم بالنفس أكثر الحضوض بتبلش بقوة أكبر عاطفيا بتصير العاطف عندهم بأوجهة ماليا الروح الفنية، الاهتمامات بالنواحي الفنية ككل بأمور إلها علاقة بالهندام، التجميل كلها هاي قوية وكثير من موليد برج الأسد إما بعززوا علاقاتهم العاطفية أو بيبدأوا بعلاقات عاطفية وممكن توصل للارتباط برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا هنا بتفتح لهم مجال كبير للعمل من ضمن مؤسسات كبيرة أو شركات كبيرة أو حتى مع شخصيات مرموقة ممكن من ضمن مطاعم، شركات، مؤسسات زي ما حكينا، الاهتمام بالأمور الغيبية حب وشغف لأي شيء مخفي بالفترة هاي ممكن أنه تطلع عليه بشكل أكبر حتى اهتمامك بالروحانيات وأمور الدين بتكون عالية برج الميزان أغلب مكاسب موليد برج الميزان رح تجيهم من خلال علاقاتهم الاجتماعية يا مناسبات، يا حفلات، يا دعوات، يا مشاركة في مؤتمر معين من ضمن جلسة مثلا هي بتوجهلكوا دعوة من خلال الدعوة هاي بتتعرف على أشخاص حتى الارتباط لأغلب موليد برج الميزان بيجي عن طريق العلاقات الاجتماعية ممكن اتنين يتعرفوا بعض بحفلة معينة ويرتبتوا أو مثلا شخص يشوف أنثى من موليد برج الميزان في حفلة معينة يحجب فيها فيطلب بيدها يعني من هذا القبيل حتى بإمكانكم استغلال علاقاتكم الاجتماعية لتنفيذ بعض الأمور أو المطالب اللي لأيكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا القمر صار موجود في بيت السمعة يعني بمعنى آخر هنا تفتح لك مجالات عمل جديد أو بتعزز علاقاتك مع المسؤولين بشكل أكبر بيصير في مجال للمكاسب من خلال عملك ترفيع ترقية بتتسلم مهمات جديدة بتستغل بعض الأشخاص بعلاقاتك الاجتماعية اللي ممكن يحلولك بعض الأمور بالفترة القادمة حتى إنه المسؤولين بنظروا لك نظرة فيها نوع من أنواع التشجيع أو الترفيع أو الشكر على بعض الإنجازات اللي بتحققها برضو بتفتح مجالات للشهرة لموليد برج العقرب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا التركيز هنا بصير على الأمور اللي إلها علاقة بالسفر بالاتصالات بالقضايا القضائية سفر لبعيد الهجرة الامتحانات الجامعية علاقات عاطفية من مستوى على بمكان تعليمي بأثناء دورة دراسية من خلال جامعة يعني هاي أو بين خلال سفر بتفتح الأبواب بشكل كبير حتى ممكن علاقة عاطفية مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب مثلا يعني الأجواء داعمة بقوة للكم على كل المستويات حتى اللي بيبحثوا عن عمل خارج البلاد ممكن إنها تتيسر بهاي الفترة عموسة زي ما حكينا الامتحانات الجامعية بتكون موافقة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز كله رح يكون على مال بيجي من شراكة أو تعويض وممكن بعضكو يحصل على قرض كان صعب إنه يحصله أو يحل بعض المسائل المالية اللي لها علاقة بمؤسسات كبيرة زي بنك أو شركة كبيرة كان صعب إنه يحل مشاكلها الفترة هاي بيحلها ميراث لا إلك ممكن إنك تحصله مطالبة بحق لا إلك ممكن تسترده حتى العلاقات العائلية ممكن يجيك من خلالها بعض المردود المالي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا بتتركز الأمور على الشراكة في العمل أو الشراكة في الزواج يعني بتفتح أبواب إلها علاقة بالارتباط بالزواج علاقة عاطفية تعزيز شراكة إما شراكة جديدة إلها علاقة بشراكة عمل أو شراكة زواج يعني الأجواء إيجابية وحتى التعزيز العلاقات العاطفية ممتازمة بين الأزواج اللي بيكون في خصومة بينهم بالإمكان أنه بالفترة هيعززوا علاقاتهم ويطوروها ويصير في مصالحات يعني الأجواء برضو ممتازة برج الحوت طبعا التركيز كله رح يكون على العمل بشكل واضح تماما فهنا ممكن أنكوا تعززوا علاقاتكم بالعمل مع المسؤولين ممكن أنه شوية تحل بعض المسائل مع زملائك ترقية عمل جديد علاقة عاطفية من ضمن مكان العمل يتوكل لك عمل يكون مثابة انطلاق لإلك بشيء برضو مميز يعني لأجواء جيدة وحتى على المستوى الأمور الصحية ممكن أنك تجد بعض العلاجات أو بعض الأمور لبعض الأمراض يعني بهاي الفترة وترتاح يرتاح بالك منها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهي ذروتها اليوم ساعة تسعة وثلاثة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيرات هذه الزاوية لغاية يوم أربع طاش ثمانية بيكون عنا نوع من أنواع التركيز العالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول الكذب علينا أو خدعنا وبرضو هاي الفترة بتدفعنا أو هاي زاوية بتدفعنا لحب المغامرة أو تحمس لفكرة ما وممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا عندنا بطة الساق الكاحل الساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمينات الغد الدرقية هاي الأعضاء ما لازم نجري لها عمليات جراحية خلال هذا اليوم ولكن ممكن نخذ لها علاجات أو مراجعة الطبيب لعمل أو أخذ العلاج المطلوب بالنسبة لباقي الأعضاء في جسمنا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن الأشخاص اللي بأخذوا أسبرين وميعة الدم بدهم يحذروا ويوقفوا الأسبرين إذا عندهم عمليات جراحية ويتأكدوا أو يخبروا الطبيب إنهم بأخذوا أسبرين أو لا خوفا من تميع الدم أو النزيف أثناء العمليات فلبغض المميعات بدهم ينبه الأطبال هذا الأمر بالنسبة لهذا اليوم طبعا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي أما بخصوص الحجامة لهذا الشهر فطبعا حكينا أنه من يوم أمس اللي هو عشرة مناسب و11 و12 و13 و14 من هذا الشهر أي أيام مناسبة للحجامة بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدلو خلو المسار القادم بيكون يوم الجمعة 12-8 رح يكون في تمام الساعة 11-6 دقائق ظهرا وبيستمر حتى تمام الساعة 6-43 دقيقة مساء بيستقر القمر بعديها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل 14 يوم في تمام الساعة 45-47 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيصبح 15 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23-8 طبعا منتحس الآن هو بنسبة 60% وبسبب زاوية التقابل اللي رح تصير ما بين الشمس وما بين زحل في ساعات الصباح رح ترتفع نسبة النحوس لـ 90% وتكمل طبعا بعد هيك القمر في الدلو حتى يوم 12-8 هو سعيد الآن بنسبة 10% في ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة 40% وبظل ترتفع نسبة النحوس لغاية ساعات المساء لتصل نحوستها بقريبا 75% عطارد في العذراء حتى يوم 26-8 سعيد بنسبة 45% الزهرة في السرطان حتى يوم 11-8 سعيد بنسبة 60% أما بالنسبة للمريخ في الثور لغاية 20-8 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 بعدين يرجع للحوت ويكمل مساره منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 بيتراجع في الدلو منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 بعدين يبدأ في عملية التراجع سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطه اليوم اجتماعيا وبتسعده من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة وبناسبة العمل ضمن مجموعة وممكن تخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهم إشي أنك تنظم جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت الأجواء اجتماعية بالكامل وممكن تستغلها اجتماعيا لتحقيق بعض المطالب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم إشي أنكم ما تشوهوا سمعتكم لأن الظروف شوي ضاغطة وممكن تحمل لك برضو هاي الفترة فرصة لا عمل مهم بدك تكون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن بعض موليد برج الجوزاء يسافروا أو ممكن يوقعوا على عقد أو يروجوا لمواهبهم أو اهتماماتهم أو أعمالهم بدك تكون جريء ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل حاول أنك تثبت طاقتك وجدارتك في المواقع المتقدمة ما الفترة هاي بتحمل لك انفراج برج السرطان بتنهمكو في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض مع هيك بتكو تخففوا من النفقات حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك وكون واثق من نفسك ومن كفاتك وما تسمح لأي شخص بإنه يشكك بقدراتك في الفترة هاي رح تنشغل بملفات إدارية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر صار موجود مقابلكم فهذا بيركز على اهتمامكم حول موضوع الشراكة تقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء بالعمل أو العاطفة تعتبر هاي الفترة يا أسوأ أيام الشهر يا أكثرها حضا بالنسبة لإلك طبعا طاقتك ضعيفة فعشان هيك حاول إنك ما تهدد استقرارك وحاذر من الفضائح والمشاكل وممكن تميل لفرض الرأي على الآخرين بدك تمسك عصابك حاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج برج العذراء رغم تراكم العمل إلا إنكوا قادرون على مواجهة إنجازاتكم وإنجاز حصة الأسد منه وبتقدروا تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها بعض القلق والتوتر عشان هيك بدك تنظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو برضو أي تأخير حاول إنك ما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج الميزان بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم وهي فترة مناسبة لممارسة نشاط فني ممكن تتحسن الأجواء وترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر هاي من أكثر هذا اليوم وبكرة من أكثر أيام الشهر حظا فعشان هيك ما تقف متفرج وإسعى للمبادرة الأجواء الممتازة عاطفيا وحضوضا ورومانسيا وتعتبر فترة دافئة برج العقرب بتتركز اهتمامكم أو بيتركز اهتمامكم خلال هذا اليوم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة حاول أنك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والانفعالات ممكن تهتم دا أمر بتعلق بعقار ما فعشان هيك بدك تتجنب الانفعال والتسرع من إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك متقلب وشوي بتكون متجهم وحد الطباع فعشان هيك ابعد عن المشاكل العائلية قدر الإمكان برج القوس ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات واللقاءات والنشاط عالي جدا عندكم اليوم لدرجة أنكم ما رح تهدو بيكون لكم نعما أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع بسرعة خاطر وبديهة عالي جدا في هذا اليوم وممكن أنك تتصرف بأي اتجاه ولكن بدك تسيطر على انفعالاتك ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوة برج الجديد تم فرصة لمكسب مالي بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بدك تكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية فعشان هيك بدك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة يعني بمعنى آخر هذا بيت السمعة بدك تحافظ على سمعتك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم انتوا بدأتوا رح تبدأوا من فترة نشاط وحيوية وقدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من مشاغلكم شعبيتكم في تصاعد وبتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات رح تسلط الأضواء على قدراتك وتنطلق بحماسة وحزيمة كبيرة فترة إيجابية وممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجالات جديدة الأجواء ممتازة جدا على جميع المستويات حتى على مستوى الأمور اللي إلها علاقة يعني بالتجميل أو إلها علاقة بلفت النظر للجنس الآخر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتشعروا بالتعب بيسيطر عليكم بتكوا تحاولوا انكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وتحاولوا انكوا تخلدوا للراحة لأنه القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة فانصحكم بعدم المباشرة بتنفيذ أي قرارات بالفترة هاي حاول انك تتخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية مش طبعا للجميع ولكن بدكوا تنتبهوا لصحتكم هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء